بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان الدرس لهذا اليوم المقطوع ونبدأ كالعادة بتعريفه فنقول لغة اسم مفعول من قطع ضد وصل أما اصطلاحا فهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل نشرح هذا التعريف فنقول في شرحه هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل إما قول أو فعل والمقطوع إخواني الكرام غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن أمثلة على المقطوع مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته ومثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم حكم الاحتجاج بالمقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ولو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفع هذا المقطوع كقول بعض الروا عند ذكر التابعي يرفعه أو مثل هذه العبارة فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل هناك من أطلق المقطوع على المنقطع مثل الإمام الشافعي والطباراني رحمهم الله وأرادوا به المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده وهو إصطلاح غير مشهور قد يعتذر للشافعي بأنه قال هذا الكلام قبل استقرار الإصطلاح أما الطباراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الإصطلاح من مظنات الموقوف والمقطوع أي المصنفات التي يكثر فيها وجود الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني وكذلك تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم